السلام عليكم من هالشغلات هذي كلية اشرت لكم ياها لانه يعني انا مدى سهل لكم المحاضرة مانتكم بس اكو بقيت شغلة لازم تعرفوها اللي هي مانصل مانصل هذي اش سوي خليه في الدماء او ثري دايميشن شرح لنا الكلار او شون نقدر نحدد او نعين الكلار بثري دايميشن اش قال؟ قال الكلار اول مرة نقدر نحدد الهو ماتة الهو وثاني شي نقدر نحدد الكروم والفاليو الكروم والفاليو الهو هو شنور اللي قصد بيه اللي قصد بيه يا نوع من الالوان هذي يا فاملي يعني مثلاً مجموعة البنفسجي البيربول او الريد بيربول لو مجموعة الريد احمر مجموعة اليلو الاصفر يا مجموعة هاي من ادهن الهو تجمع لنا شغلة تقريباً تقريباً تجمع لكم شغلة عشر الوان تجمع لكم عشر الوان اللي هي تبدي هاي الكلر فاملي تبدي لكم من الريد اليلو غرين اليلو الغرين يلو الغرين البلو البيربول البلو والبيربول والريد بيربول تمام هاي هي الهو اما عدكم الشغلة الثانية اللي هي الفاليو الفاليو هي نسبة الbrightness او نسبة lightness of color يعني اجقد غمق هاي اجقد هو فاتح هاي اللون اجقد هو فاتح هاي من الزيرو اللي هو داركر الداركر هو الاسود الزيرو الى التن يعني ممكن هاي نفسيته هاي نفس الكلر ممكن تلقاه بالسكس تلقاه وين بال7 بال8 راح يختلف الفاليو ماتة هو نفس الكرومة نفس الهو بس شنو مثلا الفاليو ماتة تختلف و بعد شنو نوبات نفس الفاليو نفس الهو الكرومة ماتة تختلف الكرومة هو شنو الكرومة نسبة saturation نسبة saturation of color يعني اجقد غمق هاي اللون زين هاي هما تبدي لكم من الزيرو الكرومة اللون مالتها يدرج بالكرومة من الزيرو الهو من الزيرو للـ 12 للـ 12 إذن كل لون عدكم هو وفاليو وكرومة يعني اما تريد انت توصف لون لازم اول مرة توصف الهو ماتة من يا لون هذي مثلاً تقول هذا لون الأحمر يا فاليو مثلاً الفاليو النوب تجي تقدر الفاليو ماتة تقول مثلاً الفاليو 6 أو الفاليو 5 النوب تجي تقدر الكرومة ماتة تقول مثلاً هو بالكرومة السادسة أو بالكرومة الرابعة تمام؟ الكرومة قلت لكم نسبة saturation أو الداركنيس يتراوح الساتوريشن ماتة من الوايت اللي قري من الزيرو للـ 12 إذن هسا نجي نحكي على الشي اللي خصنا إحنا بالأسنان شنو أقول قاني الـ shade matching أو الـ selection انت بعد ما سويت الـ preparation للأسنان أو جاك patient قاعد دا سوي لـ denture processes لازم تختار لـ الـ processes اللي انت تترتب لها بالأخص يعني ناوى داي انه العالم كلها تقام وتدورها شغلات الأستاتيك لازم تختار للون الأسنان اللي انت قاعد تتعوض اللي هي كون بالضبط نفس لون الـ adjacent teeth على موج ما يبين انه هذا processes على موج يطلع عندك natural well-being أوكي فأدك الـ shade selection هو إذن involved with matching one or more selected color لون واحد أو عدة ألوان from a range of shade tapes يعني من مجموعة من الألوان أو الشادات اللي موجودة عندك بالتاب to the teeth adjacent or contralateral للسن اللي هو بصف أو contralateral عكس to the teeth to be restored يعني أما العكسة مثلا انت تدسوا الأبرد الشوفوية اللوار زين أو من البصفة مثلا انت تدسوا الـ central والشوفوية اللاترال نفس el-color لولع نفس الشياد العفو لولع This serves as a guide to the lab technician Fabricating the crown or the bridge يعني هذا انت راح تخدم التقني على مو دي سوي لك فد crown and bridge كون نفس اللون ماشت الأسنان فرح يكون فد guide إلي تقول لي آبا آني سوي لي هذا لون الأسنان اللي عندي هذا اي ون أو هذا اي تو تمام؟ أريد هي تي لوني It is the process of replicating of the color of adjacent teeth in artificial processes يعني انت كأنما دا تطبح نفس لون السن اللي بصف التركيب ماتك اللي بالartificial processes اللي انت راح تصنع أكون نفس اللون We have a different method of shade selection عدنا عدة طرق شون تاخذ الشاد أول طريقة هي visual shade matching والثانية الطريقة الثانية اللي هي digital shade matching وبصورة عامة instrumenter color analysis أو نقول عليها shade digital shade scanning device أو visual يعني نستخدم فقط العين المجرده The visual guides are examples of various color combination available from manufacture of dental teeth هذه اللتي nueva شون المتギر مصانئ مصانئ المصانئ اللي الدينو المفتو احب الزل ب college المترجم للقناة 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 السلاح من 50% السلاح من 65% يجب أن تعمل يجب أن اخدام ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية إستخدام العديد المعدي للنسائل الثاني A2, A2, C1 C4 يعني تشوفها ذنية شفتهم انه ذنية ما موالمات وية أسنان الشخص ترجع عليها من A2, C1, C2 تمام وهكذا خلاصنا هيسا من هذا الشت قايت عرفنا شون ان شاء الله نختار الالوان نجي نوع الشركات أو المانفكتشاري سوت صنعت النا أسنان بها شيدات وفاليو وكرومة هواية فنزلتهم للأسواق ونزلت وياهم الشيد قايت مالتها اللي هو انصيح لـ 3D Master شيد قايت اللي عن طريقة ضافوهن الفاليو هم مات لأن هناك كان ما موجود الفاليو بس الكرومة لهم هذا الشنو القياسات ماتة هذا 5 level 5 مستويات الفاليو ماتة الفاليو ماتة 5 مستويات تبدو بالميديوم الميديوم وعندك right وعندك left تمام ذنى خمسة شوف 1 2 3 4 5 تمام هاي بدي ينى من اليمنى لليسرى الright اللي على اليمنى الright هذنى ميلا انه شنى يكون red على حمار يعني البيض ما نتنقوية red تمام الليفت يكون شنو يا اليلو قبتلكم يا من نخبط احنا نسو ميكسنج الwhite على اليلو يعني يطيني الالوان الناصعة البيض هاذا الميديوم الوسط تمام عدنا هسة وبكل وحدة من ذنى وبكل وحدة من هذنى عدك medium right left medium medium right left المهم عندك خمس مجامية ازين how to use veta 3d master sheet guide اول شي اجي الاستيب الاولى الخطوة الاولى اجي اختار المجموعة السن اللي موجود عندي مجموعة واحد ومجموعة ثنين لو ثلاثة لو اربعة لو خمسة اجي اتليقيته هسة ااني وين بالمجموعة بالمجموعة ثلاثة تمام اختاريت المجموعة ثلاثة النوب اجي اتدرج بمن هسة اان اختاريت الهو تمام العفو detiarmal the lightest level value زين hold shed guide to the patient mouth as they started with a darkest group moving to the left ابدي مناني من الغاميق على الفاتح اشوف ياهي البيهن مثلا اني ليت انهو مثلا هاي المجموعة الثالثة النوب الاستيب تو select a chroma from your selected value group هسه ااني مو اختارت هاذي الثالث اجيش اختار هسه اختار الكرومة الكرومة هي اشينو واحد اثنين اثلاثة يعني الاستيبات من الاعلى للأسفل من الاعلى للأسفل تمام هسان مختارة هاي المجموعة هاي الفان في اختار واحد لو اثنين لو اثلاثة هاي الكرومة النوب ورا ما اختاريت الكرومة يعني هاذا الليفول واحد لو الليفول الثاني لو الليفول الثالث تمام اختاريت مثلا ليفول وين ليفول وين انا عندي هالسل كرومة اش راحة الستيب الثالثة اش راحة سوي determine the who and check whether the natural tooth is more yellowish or more reddish than the shade sample selected يعني اختار الليفول لو الميديم لو الرايت من هاذا اللي الثلاثة اللي اختاريت هن تمام هسا اذا اول شي اجي اختار المجموعة اللي هي الvalue 1 لو 2 لو 3 لو 4 لو 5 قلنا نبجي من الدار كارللها النوب ارجع هي هاي نفس هالمجموعة 1 لو 2 لو 3 اللي اختاريت الكرومة زين نسبة الساتوريشن النوب ارجع شاختار الميديم لو الرايت لو الليفت اللي هي السن ما تتيبين على مورد لو موريا لوش يعني كلش فاتح على صفار يعني لو شوية بيغمق تمام هاي شون تختارون الشيد عبر 3 3D master shade guide الفوتوغرافي عن shade matching هاذ شش سوي ياخذون صورة للشسمة للتيث وينزلها على ينزلها على جهاز معين التقني وهو التقني يكون عنده مجموعة shade guide مجموعة shade ويقدر يطابقهم يشوف أسنان الpatient على يا shade موجودة وعدة عدة table أو shade يقدر يطابقهم يشوف يا هو الأصح رح يسوي يشتغل لك عليه ثانيا اللي هو instrumental color analysis digital shade scanning device هذا شنو اكتشفو في الجهاز انه هو ياخذ لك shade guide يساعدك مو انت تجي شوف بعينك المجرد مجرد انه الجهاز توجه على الأسنان راح يطلع لك يكتب لك shade هنا بهالم مكان هذا على الشاشة مات ترس لانته المن لالتقني تقول مثلا هذان الأسنان A2 أو A1 P3 زين هم ما تنا عدنا برينسيبل انه السن لازم يكون clean and free of the price needed to hold a probe perpendicular to the teeth بالضبط يكون عمودي على السن there is a variation in the color dependent on where the probe is located اكو فرق باللون وين انت حاط البروب التب center لازم يكون 1-2 من from the gingiva and incisal edge لازم يكون 1-2 من الجنجف 1-2 من incisal edge بالcenter تحط or do 3 zones gingival middle incisal يعني اقدر اخذ gingival shade good middle shade shino وال incisal shade shino تمام the advantage of shade system include objectionable reading and accuracy تمام اول شي سهل ودقيق جدا ومت تتم انت بنوع light اللي موجود بالغرف مات تك لون ال wall اذا ال ipad تك تعبان او لا بداية ال appointment تاخذ الشيط لو بنهاية appointment ذا النسوال فكل بتتم لها لانه انت تسجل digital تمام فهاي advantage زين عدنا احنا نوعين من الاجهزة digital عدك ال spectrometer وال colorometer اذا اجيب لك بالامتحان من هو الاحسن نوع من الاجهزة ال spectrometer لو colorometer ال spectrometer هو الافضل من colorometer ليش لانه ال spectrometer يطيق الكلر characteristic of natural tooth precisely and significantly indicating the deviation of graduation of value ال عفو الهو from the standard or and professional of the information that is necessary to integrate and accurate restoration or to modify and exist when such that it will accurate much the tooth tooth اذن ال spectrometer هو يكون accurate كلش دقيق لانه راح يطيق تدرجات الفاليا والكرومة ولهو بعد كلش ما تحتاج انت تمام ال colorometer اش راح يساوي less accurate than spectrometer but may sufficient in most dental situation ليش لانه ال colorometer يختار لك بس الش تيب بس الش تيب يختار لك انه هو يكون اقرب واحد للون color of the teeth فإذن من تريد تشتري أو تريد تعرف من هو الجهاز الأحسن هو ال spectrometer يكون أفضل من الكالرومتر بالرغم من هذا هذن اثنين راح يتهل لك الشقة الأحسن مما يعني شوف بعينك المجرد ليش الشسمة قلنا ال digital أحسن easier far more practical and far more accurate than shade taking use color tape and neck eye in a variable environment تمام هذا كل يتم محتاج من عدكم بس الشغلات اللي حجيت هي مثلا Vita Easy Shade اللي يريد يشتري Vita Easy Shade Compact وال MHT Spectro Shade System تمام ثلاث أنواع من الأجهزة موجودة بالأسواق زين أكو في الجهاز يصيح لي Sinova Sinovid Shade Scan هذا شنو هذا system user friendly and is integrated with a computer design and manufacturing KetGam technologist هذا ويا جهاز KetGam ش تسوي أنت مجرد تأخذ ضربة بالجهاز كلك تطي تمام راح يطيك لون الاسنان ومباشرة راح يحول الكمبيوتر ويطيك لون الاسنان اللي أنت تريد صنعها بالضبط فيعتبر من الديجيتال Shade Guiding موسيقى موسيقى موسيقى